السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بصير رضاء البيومي من كناة انجليز اولاين اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الاول الاعدادي في فيديو النهاردة بإذن الله هبدأ معكم شرح منهج الترم التاني وهناخد في فيديو النهاردة شرح من الوحدة السابعة معنا بعنوان يعني كيف كانت عطلة الاسبوع الخاصة بك وبالتالي اليونت بتتكلم على عطلة الاسبوع اللي هي في على كده نشوف بقى محتوى فيديو النهاردة في فيديو النهاردة بإذن الله هقدام لك شرح لي والنسبة طبعا للمحتوى هيكون عبارة عن قراءة الكلمات وقراءة الدروس اللي موجودة معنا ودرس بإذن الله هشرحولك على الصبورة ولكن بالنسبة لحل الى سئلة الخاصة بكتاب المعاصر اللي بنشرح منه دلوقتي دي محلولة كلها اليونت كلها محلولة في فيديو هتلاقي نسب لك لينك متابعته في اول تعليق اسهل الفيديو وكمان هسيبه لك فيه الوصف كل مطلوب انك قبل هنبدأ كده الشرح ان انت هتنساش تتفاعل مع الفيديو باللايك وتعليق واشتراك مجانا في قراءاتنا وتفعيل زر الجرس ويلا بنا كده على بركة الله نبدأ قراءة الكلمات هنبدأ كده الاول بقراءة الكلمات الاساسية اكواريوم 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 يبقى الاكواريوم ده اللي هو معرض الاحياء المائية مكان بنروحه عشان نشوف فيه الاسماك المختلفة اكواريوم اكواريوم بعد كده عندنا سبورتس سنتر سبورتس سنتر سبورتس سنتر ده مركز الرياضي اللي احنا بنروح نمارس فيه الرياضات. تاني سبورتس سنتر. ما نقولهاش سبورتس. اوكي? لقتي هنا بتبقى خفيفة شوي. سبورتس. سبورتس. وبعدين سنتر. بعد كده عندنا حاجة اسمها فان فير. فان فير. فان فير اللي هو الملاهي. فان فير. فان فير. بلانيتاريوم. بلانيتاريوم. لو ركزنا في كلمة بلانيتاريوم هتلاقي اصلا فيها كلمة ايه بلانيت? وبلانيت اللي واحدها يعني كوكب. فلما نقولها اللي هو المرصد الفلكي او مبنى القبة السماوية اللي بنشوف منه حركة النجوم والكواكب. بلانيتاريوم. بلانيتاريوم. فوتبول ستاديم. ستاديم اللي هو الستاد اللي احنا بنروح نشوف فيه ماتشات الكرة مسلا. فوتبول ستاديم. فوتبول ستاديم. بولينج الي. بنطق كلمة الي زي اسم عالي بالانجليزي. الي الي. يبقى بولينج الي. بولينج الي. بولينج الي. ميوزيام. ميوزيام اللي هو المتحف. ميوزيام. بيج ويل. بيج ويل. ويلي يقصف بيه هنا العجلة الدوارة اللي بتكون فيه المليه. بيج ويل. نيرفوس. نيرفوس اللي هو الشخص المتوتر او العصبي. نيرفوس. 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 وييل. ويل. ويل. وهنا طبعا الـة صايلانت. ويل. لكن القرش شارك. كلمة دي مهمة اللي هو التمثال نجي بقى لأهم الكلمة في الكلمات كلها اللي هي معرض أو عرض اسمها طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها وعندنا حاجة تانية اسمها اللي هو المطعم بتاع المدرسة او الكانتين بتاع المدرسة وتروح تجيب منه مثلا ايسا دو تشات وشيبس وكده سكول كانتين سهلا كده بتاعي نشوف الاسئلة اللي هي اصلا محلولة لان كان في حصر خطأ قبل كده وانا بسجل الفيديو ده قبل كده ان الصوت مكانش طالة في الفيديو فاعدت الفيديو تاني للأسف يعني فالاسئلة محلولة بس هنبص على سريعا كده يعني بقول لك انا رأيت بعض الاسماك الملونة فين طبعا الاسماك الملونة ديت انت هتشوها في الاكواريوم معرض الاحية المائية يعني الاطفال بيحبوا انهم يركبوا البيجويل اللي هي العجلة الضوارة فين طبعا العجلة الضوارة دي موجودة في الملاهي والملاهي يعني بتقدر تشوف عرض ممتع وشيك عن الكواكب انذا طبعا الكواكب يبقى في معرض اللي هو القبة السماوية ما بين القبة السماوية او المرصد الفلكي اللي احنا بنسميه بلانيتاريام نجي بالي الكلمات اللي هي بتكون اضافية وكلمات مهمة جدا على لسن وان وده معناها مقفول او مولاك وده معناها مقفول او مولاك وده ارائف بيجي بعدها ات او ان يعني فيها حاجة اسمها ارائف ات وارريف ان ارائف ات بيجي بعدها منشأة اماكن صغيرة لكن ارائف ان بيجي بعدها البلاد وده اخدناها فوق مع حاجة اسمها بولنغ اللي صالت اللي ايه البولنغ ولكن ده نقولها بولنغ اللي هي لعبة ليه البولنغ شارك 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 وقلنا فوق الويل اللي هو الحوت ويل لكن الشارك ده اللي هو سمكة الارش كلمات لسن تو موف موف وموف معناها ينتقل او يتحرك او ينقل هوب 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 سويمينج بول سويمينج بول سويمينج بول ديسيجن 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 ولو تاخد بالك هنا الجزء اللي في الاخر دي تنطي جن ديسيجن ديسيجن اكسايتن 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 دارك دارك وهنا دارك تنفع بمعنى الظلام نفسه يعني كاسم ونه يستخدمك كصفة بمعنى مظلم دارك في الصفحة اللي بعدها عندنا صفة بمعنى ودود اللي هي friendly جاء من كيمة friend يعني صديق friend لكن friendly معناها ودود friendly friendly fantastic 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 اللي هو معناها رائع quiet الى حد ما بستخدمها قبل الصفة زي مثلا مقول I am quite hungry يعني انا جعان الى حد ما quiet challenge 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 يبقى challenge اللي هو معناه تحدي او يتحدى challenge challenge solution اللي هو الحل لكن كلمة solve معناها يحل يعني دي فعل لكن دي ايه اسم لما يقول يحل مشكلة بقولها solve a problem solution history history وهنا القومة تنتهاش قوة شو بقالها ازاي history 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 لكن لو نطقتها history يبقى كده غلط history اللي هو التاريخ نكمل تصرفات الافعال وهم جدا تحفظ الافعال كواس جدا عشان بتفيدك في شرح الايه الجامر feel felt felt feel felt felt sit sat sat sit sat sat no والكي ام بتبقى الكي سايلنت no new known تاني no new known مين ماضيها وتصرفها التالت واحد اللي هو meant يبقى مين meant مين meant يعني يقصد عشان ما تجي تسأل واحد بتقوله ماذا تقصد بتقوله ايه what do you mean leave left leave left وتصرف التالت برضو زي التاني teach taught وهنا gh silent taught 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 وبرضو التالت زي التاني teach taught نجي بقى ليه جدوى الافعال اللي هو مهم جدا عندنا اول حاجة اللي هي اكواريوم معرض الاحياء المائية او متحف الاحياء المائية واللي هو an indoor center هو مركز داخلي يعني داخل مبنى where you can look at see animals تقدر تشوف الحيوانات البحرية and fish living in wood والاسماك عائشة فين في المياه عائشة في المياه البولينج صالة البولينج بقولك انه هو a place where you can go bowling هو مكان تقدر تمارس في لعبة البولينج canteen a dining room اللي هو غرف الطعام in an office بتبقى في مكتب مكتب شغل يعني او مكتب عمل building او مبنى سواء مبنى مثلا دي شركة مثلا او مصنع or school او مدرسة الفانفير اللي هو الملاه a park with fun rides and games يعني بقولك هي بتبقى حضيقة فيها العاب ممتعة الميوزيوم المتحف a building to keep and display important things from the past هو مبنى لحفظ وعرض عرض الاشياء المهمة من الماضي ببدا المتحف planetarium بتعرفها كلمة planetarium من كلمة stars stars النجوم والكواكب بقول لي انه هو an indoor center برضو هو مركز داخلي داخل مبنى where you can learn about stars and planets تقدر تتعلم فيه عن النجوم والكواكب sports center المركز الرياضي a place where you can do sports indoors يعني بقول لك هو مكان بتقدر تمارس الرياضات بالداخل بداخل مبنى برضو stadium اللي هو ال state a place where you can play or watch sports matches يعني بقول لك هو مكان تقدر تلعب فيه مباريات قرية القدم او تشاهد فيه مباريات ايه المباريات الرياضية يعني هنا بكام على مباريات الرياضية بشكل عام مش مباريات قرية القدم تحديدا يعني يبقى هو تاني مكان تقدر تلعب فيه المباريات الرياضية او تشاهد فيه المباريات الرياضية كلمة nervous بقى اللي هو معنى عصبي او متوتر nervous ولي هنا worried or frightened about something يعني بتبقى الان او خايف بشأن شيء ما بعد كده عندنا اللي هي المتلازمات اللفظية والكلمات اللي بتيجي مع بعضها عندنا مثلا كلمة have have لوحدها معناها يتناول او يمتلك لكن بيختلف معناها حسب الكلمة اللي جاء بعدها يعني عندنا مثلا have a mass lesson يبقى معناها لديه حصة راضيات have a mass lesson have a haircut معناها يحصل على قصة شعر يحلق شعره يعني have a haircut have a fantastic weekend have a fantastic weekend يعني يقضي اجازة رائعة او عطلت اسبوع رائعة نجي بقى للفرب do وdo هنا بتيجي مع كلمة things لو بتعمل اشياء مختلفة يبقى هول do different things do different things طب بتعمل نفس الاشياء يبقى هولك do the same the same things do homework do homework وعندنا حاجة تانية اسمها housework بدل كلمة home اشياء لو حط ايه housework ان الاختلاف الاختلاف ان الهومورك ده واجبك اللي بتعمله في الكتاب لكن الهومورك ده العمل المنزلي شغل البيت منتنظيف او كده والتنين بيجي معهم do لكن هنا الهومورك ولا do homework لكن الهومورك ولا do the housework do a sport do a sport بمعنى يمارس رياضة do a sport في الصفحة اللي بعدها مدينا اللي هو go وعندنا go بتيجي برضو مع بعض الكلمات طبعا go احنا عارفين لو جاي بعدها فعل اخر الفعل اللي بعد go بيضاف له ing فبتيجي مع الانشطة اللي فوق ان جي زي مثلا swimming زي shopping زي bowling كل دي يجي بعدها او قبلها go يبقى go swimming معناها يذهب للسباحة لما اقول بقى التعبير المهم جدا ده go on the big wheel معناها يركب العجل الدوارة دي مهم جدا go on the big wheel go to bed early دي معنى انت تروح تنام بدري go to bed early go shopping go shopping يعني يتسوق لكن meet اللي معنى يقابل ممكن اقولها مع meet my best friend معنى يقابل صديق المفضل او قابل صديق المفضل meet my best friend دي مهمة جدا اللي هي كلمة decision decision قلنا معناها قرار فبيجي قبلها ايه بيجي قبلها make مهمة جدا دي خد بالك make a decision make a decision make a decision make things make things طبعا فيه do things يبقى do بتيبدي معنى يقوم بعمل اشياء لكن make things معناها يصنع انت بتصنع حاجة listen to music عارفينها دي listen to music listen to music watch a football match watch a football match يشاهد مبارات قرط قدق الجزء ده بقى ازا ما قلت لك قبل كده ان هو مطلوب منك في سنة تالتة عددية ولكن انا اقرأه لك عشان الناس برضو اللي بتذكروا للاستفادة اللي هو بتديني الكلمة اللي هي synonyms المتراضفات والantonyms المتضادات correct correct right دي الاتنين معنىهم صحيح correct right عكسهم ايبقى اللي هو خطأ incorrect wrong incorrect wrong nervous nervous وعكسها worried nervous worried يبقى الاتنين زابعة لكن عكسهم ايبقى المضاد يبقى الاتنين دول متراضفات الاتنين معنىهم ايه متوتر عصبي الان كده لكن quiet دي معنى هادئ quiet relaxed quiet heavy 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 weight الاتنين معنىهم حاجة تقيلة heavy weight عكسها طبعا حاجة خفيفة اللي هي light light effective اللي هي معناها ايه فعال حاجة مؤثرة effective تدي نفس المعنى التقريب بتاع efficient أو useful efficient يعني حاجة كفة حاجة اللي هي تأثير efficient useful لكن عكس بقى اللي هي effective بنحط قبلها in تبقى ineffective effective ineffective delicious اللي هو لزيز بتساوي tasty اللي اتنين معنىهم لزيز the food is delicious أو the food is tasty لكن لو الطعام مش حلو وطعمه فضيع وسيء جدا اقول عليه terrible terrible regular اللي هي معناها منتظم or punctual برضو معناها منتظم يبقى regular punctual عكسهم بقى irregular regular irregular ايجا دوال اللي بعده بيدينا حاجة اسمها prefix و suffix prefix دي بادئة حروب بتحطها على اول كلمة عشان تديني كلمة اخرى وفي الغالب بتديني طبعا ايه العكس والمضاد لكن suffix هنا بتبقى حروف تضاف على اخر الكلمة طيب تجي هنا مثلا ing بنحطها عشان تحول للفعل الاسم زي ما حولت هنا swim يصبح الى swimming اللي هو السباح الاي في اي بحطها عشان تحول لي الاسم لصفة يعني عندنا مثلا كلمة effect معناها تأثير لما اقولها effective معناها مؤثر او فعال كده تحولت لصفة الاي ار بنحطها على اول الكلمة عشان تديني عكس المعنى زي كلمة قلنا regular معناها منتظم irregular معناها غير منتظم ناس بنحطها على على اخر الكلمة طبعا عشان تديني الاسم من الصفة يعني مثلا عندي كلمة dark اللي معناها مظلم ده الصفة هيت حولها للنون بمعنى الظلام وحط لها ناس تبقى darkness يبقى احنا كده عندنا كلمة الظلام تنفع بكلمتين dark تنفع لوحدها اصلا معناها مظلم او ظلام ولو عاوز برضه حول الاسم بشكل تاني تبقى darkness darkness سراعا كده نشوف الاسئلة ديت اتحلت ازاي قولنا ده صفة نيرفوس عاوز مراد في كلمة نيرفوس اللي هو عصب ومتوتر قلنا word برضه معناها قلق او متوتر برضه اما هنا بقولي the opposite of the word مضاد وعكس كلمة ايه استي تاستي احنا قلنا كلمة تاستي يعني لزيز يبقى المضاد بتاعها ايه حاجة فضيعة اللي بيديني عكس اللي هو تبقى irregular اما بنقدر نجيب عكس ومضاد كلمة dark سوري بنجيب يا ولادي الاسم اللي هو النون بنحصل على الاسم من الكلمة اللي هي dark باضافة مين باضافة الصوفيكس اللي هو نس عشان تبقى كلها dark نس اللي هو معناها الظلام الصفحة اللي بعدها اللي هي language notes ودي او general notes المنحوظات العامة على دروس القراءة الاستماعية دي مهمة جدا طبعا هنا اول حاجة كده بيقولي ان فيه صفة بمعنى اللي يخائف منه اللي هي frightened of تاني frightened of بيجي بعدها of وبتساوي scared of او afraid of يعني التلاتة بيده معنى خائف منه والتلاتة بيجي بعدهم يا اما فعل مضاف له ing يا اما اسم اللي هو نون يا فعل فعل g يا اما اسم الحاجة اللي بتخاف منها زي هنا is frightened of the dark هنا جاب بعد frightened of جاب بعدها اسم اللي هو الظلام هو بيخاف من الظلمة she is frightened of crossing the road هي بتخاف من عبور الطريق يبقى جبت هنا بعد frightened of جبت بعدها ايه فعل مضاف له ing طيب نيجي ليه النقطة اللي بعدها وبقول له خد بالك كده ان الرياضات الى العاب الرياضية يعني لات قبلها ادوات اللي هي الا والان والذا ما بيجيش قبلها الكلام ده زي مثلا هنا i play tennis do you like football يبقى تنس وفوتبول مجاش قبلها اي حاجة من ثلاثة ليه لان احنا مستخدمينهم هنا اولاد كرياضة بتكلم هنا عن التنس والفوتبول كرياضة لو انا ممكن استخدمها حاجة تانية اه ممكن استخدمها كصفة بقى مش هستخدمها كاسم الرياضة هنا لا انا استخدمها كصفة فلو استخدمت الرياضات كصفة للكلمة اللي بعدها اوكي ففي الحالة دي اقدر حط قبلها ا او ان او ذا عادي او يبقى لو استخدمت صفة للاسم اللي بعدها اقدر استخدم قبلها الثلاثة عادي زي هنا i watched a football match هنا كلمة فوتبول اللي الرياضة جاي الوصف المباراة انا بسأل هنا وبقول ايه مباراة ايه يبقى مباراة كرة القدم يبقى كرة القدم جاي هنا لوصف المباراة وبالتالي اقدر حط قبل كلمة فوتبول هنا اعادي هنا بقى the tennis match i played yesterday was exciting برضو نفس الكلام التنس هنا وصف للمباراة مباراة تنس وطالما جاي كصفة للاسم اللي بعدها اقدر حط قبلها the عادي لكن لو باستخدمها كاسم بمعنى رياضة او كرياضة يعني مش كصفة لو كرياضة ما حطش قبلها اي حاجة نجي بعد كده لكلمة sport و sports الفرق بينها خلينا في sport الاول sport ممكن استخدمها كاسم بمعنى رياضة وهنا في مفرد وممكن اجمعها باضافة الاس عادي وتبقى sports معناها رياضات my favorite sport is football رياضة المفضلة هي كرة القدم فاستخدمتها هنا كايه كاسم بمعنى رياضة لكن لو اضيف لها الاس هنا اقدر استخدمها كصفة بمعنى رياضي يبقى لو استخدمها كصفة بمعنى رياضي لازم ان يكون اخرها اس زي هنا ولم اقول ali is the sport sorry ali at is at the sport center تاني ali is at the sport center يعني علي في المركز الرياضي يبقى شوف كلمة sports جاية صفة للمركز نوع مركز رياضي وكان عندنا في التلمي الاول حاجة اسمها sport star لما كان بقول لك يكتب عن النجم الرياضي المفضل لي كنا بقول لها ايه sports star ليه؟ عشان هنا sports جاب معنى رياضي نجم رياضي بعد كده عندنا exhibition exhibit exhibition ده اللي هو العرض والمعرض ودي كلمة اللي تهمنا والexhibition هنا جاي كاسم بمعنى ايه بقى بقول لك معرض للفنون او التحف والتمثيل يعني بيعرض تحف والبتاع التمثيل في مثلا صورة فيديو او حاجة زي مثلا ما اقول I saw an exhibition of old statues اني شوفت عرض او معرض ليه التماثيل الايه القديمة اما exhibit اللي هي معناها هنا شيء معروض شيء معروض زي تحفة او تمثال او او كده معروض مثلا فيه التمثال معروض في المتحف مثلا فلما اقول I saw a lot of exhibits in the Egyptian museum such as coins and statues لما روحت المتحف المصري شوفت ايه كتير من الاشياء المعروضة زي العملات اللي هي بتاعة الفراعنة او عملات قديمة او تمثيل قديمة روحت لقيتهم محطوطين هناك بعد كده عندنا جدول التعبيرات وحروف الجار عندنا اول حاجة take three hours معناها تصدر في ثلاث ساعات والتعبير ده مهم كده اشان لو نتكلم على رحلة مثلا واستوراها تقدي take three hours قلنا quite بتجي قبل الصفة بمعنى الى حد ما quite nervous like بتتبع بفعل فيه ing فلما اقولها like being outside like being outside come home come home بمعنى يعود الى المنزل come home on the other side of the town on the other side of the town ممكن يجي اختبئين فيه on in ولا on ولا عيات يبقى اسمها اسمها on the other side of the town go قلنا بتتبع بفعل فانجي يبقى قلها go bowling go bowling it was a little fun معناها كان شيء ممتع جدا يبقى it was a little fun go قلنا برضو بتجي بعدها فعل فانجي زي الفودي go shopping move to move to نعم اقول مثلا we moved to a new house انتقلنا الى منزل جديد drive from home to school look at look at learn about مهمة دي learn about solution for or to solution for or to at the end of at the end of decide to بتتبع بفعل في المصدر فقولها I decide to buy a new car انا او قررت بقى اقولها في الماضي I decided to buy a new car قررت ان انا اشتري العربية جديدة ride on the big wheel دي مهمة جدا التعبير ده ride on the big wheel we eat out اللي هو معناه يأكل خارج المنزل بالخارج تعال بقى كده نشوف مع بعض دروس القراءة والاستماع اللي عندنا عندنا اول حاجة كده زي ما انت شايف كده الولد ده اللي هو زياد بيسأل زمان له سؤال وبقول لهم ايه what did you do last weekend السؤال ده مهم جدا وهيجيلك بعد كده في سؤال الديالوج محادثة what did you do last weekend ماذا فعلتم او ماذا فعلت عطلة الاسبوع الماضي كل واحد فيهم بقى هيعرفه وعمليه وبالتالي بما ان السؤال في الماضي يبقى الاجابة برضو لازم انتوقف في الماضي فواحد هنا قال له I watched a football match I watched a football match انا شاهدت مباراة كل القدم التاني قال له I rode في الماضي I rode on the big wheel ركبت العجلة الضوارة I rode on the big wheel والتالت قال له I saw an exhibition about dolphins I saw an exhibition about dolphins شفت ايه معرض عن الدولفنز I looked at the stars انا نظرت الى النجوم I looked at the stars وده قال له I went bowling اللي هو الماضي بتاع مين اشطر الماضي بتاع go انا قلنا سواء go او الماضي بتاعها بتتبع بفعل في ing I played tennis I played tennis لا بتتنس انا كان نشوف اللي تحت ده اللي هو الداري بتاع ولد اسمه ادم يعني هنا بقول لي read Adam's diary اقرأ المفكرة ويوميات ادم كده what do you think the word nervous means and why does Adam feel this قولك ماذا تعتقد كلمة nervous بتاعني وليه ادم حس بيه الاحساس ده طب احنا عارفين nervous من الكلمات معناها متوترة وعصبي طبعا ازلنا يا رباه ادم حس بكده ليه انا عارف اول يوم عندنا في اليوميات بتاع ادم اللي هو بقول لي Sunday 8th May يعني يوم تمانية من شهر ايه من شهر مايو الموافق يوم الحد فبيقول لنا هنا ادم وكتب في المفكرة بتاعته ايه yesterday our family moved to our new house in Alexander يعني عائلتي او عائلتنا انتقلوا الى منزل جديد في اسكندرية took three hours الرحلة او الطريق استغرق ثلاث ساعات to drive from our old house in Cairo عشان نسوء السيارة من منزلنا القديم في القاهرة اسكندرية طبعا ده اليوم الاولين اللي هو في المفكرة اليوم التاني في يومياته اللي هو Monday 9th May يوم تسع مايو يوم لتنين this morning بقول لنا هذا الصباح بقى mama and I went shopping انا وامي ذهبنا الى التسوق ليه to buy a new school uniform for me عشان نشتري زي مدرسي ليه I hope students are friendly in my new school يقول اتمنى ان الطلاب في مدرسي جديد يكونوا ايه ودودين تعال كده نكمل ونشوف بقية اليوميات بتاعته اليوم البعد كده اللي هو بقول ايه Tuesday 10th May يوم 10 مايو الموافق يوم الثلاثاء بقول هنا today I went to my new school النهاردة انا ذهبت المدرسة الجديدة I was quite nervous انا كنت الان ومتوتر الى حد ايه الى حد ما but I sat next to a boy called Sammy جلست جنب ولد اسمه سامي and he was friendly وكان ودودا we had lunch together تناولنا الغداء مع بعض in the school canteen في كانتين المدرسة يبقى هو الولد كان الان ليه لانه ايه بقى because he went to a new school لانه ذهب الى مدرسة جديدة فكان الان وكان عصب دي صفحة تانية برضو في اليوميات بتاع ادم ويقول هنا Monday 16th May وطى fantastic weekend ده بقول لنا كده بقول يا لها من عطلة اسبوع رائعة ليه بقى well I went to Sam's house ذهب الى منزل سامي صاحبه اللي هو اتعرف عليه جديد في المدرسة ده on Saturday and we played football in the park يبقى ذهبت ليه منزل سامي يوم السبت ولعبنا في كرة قدم في الحديقة I don't usually like football انا عادة ما بحبش كرة القدم but all his brothers wanted to play لكن كل اخوته كان عايزين يلعبوا كرة القدم عشان كده لعبت معاه it was a lot of fun كان امرا ممتعا on Sunday بقى في يوم الحد دلوقت تاني يوم mom helped me with my hummock ام ساعدتني في عملي الواجب then dad and I went to the sports center بعد كده ذهبت انا والدي للمركز الرياضي it is great المركز الرياضي ده رائع جدا ليه بقى there is a really big swimming pool هناك ايه بقى هناك حمام سباحة كبير جدا تعالى كان شوف هنا اه بكاتب زي النظام زي paragraph كده عن week end عشان الاهم paragraph في اليونت دي بتكلم على عطلة الاسبوع الماضية بتاعتك فممكن نكتوب نفس الصغر دي كده بقول هنا I had a fantastic weekend قضيته عطلة اسبوع رائعة جدا بعد كده it was my friend داليا's birthday كان عيد ميلاد صديقتي داليا and her family took us to some exciting places وعليتها اخدونا الى بعض الاماكن الممتعة والمثيرة in the morning في الصباح we went to the fun fair الصبح كده رحنا الميلاهي I didn't go on the big wheel مركبتش العجرة الدورة but I enjoyed my time there لكن استمتعت بوقتي هناك in the afternoon بعد الضهر we visited a museum زرنا متحف we saw some very old statues شوفنا بعض التماثيل القديمة جد I remembered all the things تذكرت بكل الاشياء that our teacher taught us in history اللي المدرس بتاعنا اعلمهانا في مادة التاريخ in the evening في المساء I ate at Dalia's house and I came home very late بقول هنا اه في المساء انا اكلت ايه في منزل داليا او هي بتقول انا اكلت في منزل داليا ويعدت للمنزل متأخرة جدا في الصفحة اللي بعدها هنا بتقول هنا dad likes sports واحد بيقول لنا كده ان والدي بيحب لايه رياضات is very good at swimming افهم من كده ان good at اللي هي معناها جاية في ديت بتتبع برضو بفعل في ing عاملة زي go كده يبقى good at swimming هو جاية في السباحة mom loves cooking برضو افهم من كده ان loves زيها زي like بيتتبع برضو الاثنين بفعل في ing يبقى الام بتحب الايه الطهي هنا والطبخ her salads الصلاطات بتاعتها are delicious لذيذة جدا اسماعيل likes being outside اسماعيل بيحب يتواجد بالخارج محبش عاد في البيت and he doesn't like the city لكنه ما بيحبش طبعا المدينة زي احنا عارفين هنا اسماعيل's sister is wife يعني اخت اسماعيل عندها خمس سنوات she likes making things بتحب تصنع اشياء بتعمل مثلا بيت للعروسة بتاعتها الكلام دي making things تاكد نشوف دينا بتقولين ايه it was my birthday last saturday كان عيد ميلادي السبت الماضي so i went to the museum with my mom and sister and we saw some old statues زهبنا لذلك بقى زهبنا الى المتحف مع امي او زهبت للمتحف مع امي واختي وشوفنا هناك طبعا تماثيل قديمة we learned a lot تعلمنا كثير in the evening في المثاء i wanted to go to the fun fair اردت ان اذهب للملاهي but my brother wanted to go to his favorite restaurant لكن اخويا اراد ان يذهب للايه اخويا اراد ان يذهب للمطعم المفضل له بعد كده هنا دينا بتقولين i love my brother so we went to the restaurant فبتقول هنا ان انا بحب اخويا عشان كده ذهبنا الى المطعم ما رضيتش ان هي تزعله يعني we went there four months ago احنا ذهبنا المطعم ده منذ اربع شهور for his birthday too بمناسبة عيد ميلاده ايضا بعد كده تقول لنا and two days ago منذ يومين on sunday تحديدا يوم الحد we went to the planetarium ذهبنا الى المرصد الفلكي but it was closed لكنه كان مقفول so we took a bus to the aquarium خدنا كده المتحف الاسماك البحرية on the other side of the town من الجانب الاخر او على الجانب الاخر من المدينة بعد كيف الاخر باب بتقول لنا it was fantastic كان امرا رائعا وبعد كده i saw a shark يعني المبنى ده او المكان ده اللي هو الاكوريوم كان مكان رائع وتقول شفت هناك طبعا ايه shark اللي هو سماكة القرش بالنسبة بقى لزا ما قلت لك كده الاسئلة بتاع الدرس ده وكذلك بقى الاسئلة اللي في اليونت كبير كامل محلولة في فيديو واحد ساب لك لينكم تبعته في اول تعليق اسفل الفيديو وكمان هسابولك في صندوق الوصف اسفل الفيديو مطلوب بلاك بس ما تنساش ضروري تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجانا في قناتنا واتفعل زر الجرس اخر بقى حاجة معنا في الفيديو وهو الجدول المهم جدا ده اللي بيساعدك في حل الدالوج اللي بيجي على السؤال او الاسئلة بتاعت عطلة الاسبوع فهنا لما اجسأل واحد اقول له ماتا ذهبت الى الملاهي او اي مكان اخر بقول واسم المكان انا اقدر اشيل الفانفير وقضت مثلا البولنج الي الميزيوم الاكواريوم بلانيتاريوم اي مكان هو هيرد يقول لك ايه ويذكر اسم المكان اللي في السؤال ويديك المعاد بقى راح امتى وممكن اقف لحد كده يا ام اقول له كمان التوقيت والساعة ولما تيجي تقول التوقيت والساعة بتحط قبل الساعة ايه ات ايت كلاك الساعة تمانية بالزبط طيب انا عاوز اسألك بقى عن المكان ويقول لك اين زهبت مش متى زهبت بقى عشيل وين وحط وير وقول لك وير اين زهبت في صباح الاحد الماضي هتقول لي اي وانت تو ذا بلانيتاريوم زاكري الاسئلة عشان لو جي حاجة زيها بالزبط اي وانت تو ذا بلانيتاريوم او اغير البلانيتاريوم باي مكان اين اه تناولت كالت العشاء بتاعك فين الاتنين اللي فات هتقول لي انا تناولت في مطعم الاتنين الماضي اتمنى كده ان انا اكون افتاكوا في الفيديو ده وعرضت لك الشرح بتاع الدرس الاول والتاني من يونت سابن بازن الله هقدم لك كل الدروس بالترتيب ولكن كل المطلوب منكو بس انتو هتفعلوا وتشجعونا بالتعليقات الكتير على الفيديوهات وتعملوا شير للفيديوهات عشان توصلنا لمزيد من الطلبة واشوفكم ده على خير والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته